مجلس الوزراء مجلس الوزراء محطة مياه للشربة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين ادارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوسات العضوية السابتة غير المتعمدة وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولية التقى وزير الخارجية سامح شكري المبعوثة الامريكية الخاص للشؤون الانسانية في الشرق الاوسط لبحث الجهود المبزولة لضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الانسانية لغزة اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد ابو زيد ان الوزير شكري والمبعوث الامريكي تناول بشكل تفصيل الاوضاع الانسانية المتردية في قطاع غزة وحجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها الفلسطينيون يوميا والتدمير الذي لحق بالبنية التحتية والمنظومة الخدمية والمستشفيات في القطاع واكد وزير الخارجية ضرورة التزام اسرائيل بتنفيذ التدابير المعقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولي الخاصة بضمان توفير الاحتياجات المرحة لسكان غزة بشكل فوري وناقش الوزير شكري تداعيات قرار عدد من الدول تعليق التمويل المقدم لوكالة الاندرو في خضم الازمة الانسانية في غزة وتداعياته على قدرات الوكالة على استدامة تقديم خدماتها الحيوية وفق تكليفها الاممي للفلسطينيين مطالبا الجانب الامريكي والدول المانحة التي علقت مساهماتها بالعدول عن قرار تعليق التمويل لتأثيره المباشر على تفاقم المعاناة الانسانية في غزة وضرورة انتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية للوكالة واجهزة الامم المتحدة المعنية كما طالب وزير الخارجية باهمية قيام الاطراف الدولية الهمة والمؤسرة كالولايات المتحدة بدعم التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات الصلاة لاسيما القرار 2720 وما يتضمنه بشأن دور الالية الاممية في تسهيل ومراقبة وتنسيق دخول المساعدات الى القطع التقى الفريق اول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي السفير ديفيد ستارفيلد المبعوث الامريكي الخاص بالقضايا الانسانية للشرق الاوسط والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا مزيد من التفاصيل مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي التقى الفريق اول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي السفير ديفيد ستارفيلد المبعوث الامريكي الخاص بالقضايا الانسانية للشرق الاوسط والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول لقاء مناقشة الاوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنصيق الجهود لاستدامة تضفق المساعدات الانسانية ومواد الاغاثة الضرورية بالكميات الكافية لتخفيف المعاناة الانسانية التي يعيشها سكان القطاع والتأكيد على اهمية تضافر الجهود الدولية للوصول الى وقف دائم لاطلاق النار والحفاظ على ارواح المدنيين حضر اللقاء الفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ونائب السفير الامريكي والملحق العسكري الامريكي بالقاهرة التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولية بالمديرة التنفيذية لبرنامج الاغذية العالمي خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولية في القمة الايطالية الافريقية بالعاصمة رومع اشهدت وزيرة التعاون الدولي بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأغزية العالمية في إعداد الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر 2023-2027 مؤكدة الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن دفع جهود العمل المناخية ومشاركة برنامج الأغزية العالمي في برنامج نوفي لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغزاء والمياه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إضافة إلى الشراكات الجارية بين الحكومة وبرنامج الأغزية العالمية كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأمن الغزائي على مستوى العالم في ظل الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد إضافة إلى البرامج المزمع تنفيذها في مصر في ضوء البرنامج القطرية والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027 ورؤية مصر 2030 من جانبها وجهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغزية العالمية الشكر للحكومة المصرية على التعاون المصمر مع برنامج الغزاء العالمية مشيدة بالنجاحات التي حدثت في مصر رغم ظروف الصعبة التي يمر بها العالم